ترجمة نانسي قنقر تحقيقا لأسمى معاني التآخي والتعاضي للبحريني المصري وتأكيدا على ما يجمع البلدين من مبادئ وقيم نبيلة وأهداف ومصير مشترك تنام التعاون العسكري والأمني البحريني المصري بتوجيهات مستمرة من قادة البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات حتى بات يمثل أحد المرتكزات الوثيقة القائمة في علاقات الشراكة والتكامل بين البلدين على أسس من المبادئ والاحترام لقيم العقيدة العسكرية الوطنية الراسخة التي تهدف إلى الدفاع عن أمن واستقرار البلدين والتصدي لأي أخطار تهدد أمن الإقليم وعلى رأسها مكافحة الإرهاب أفاق التعاون العسكري بلغت مستويات رفعة بين وزارة الدفاع المصرية وقوة الدفاع البحرين ويشتمل كل مجالات التعاون وتدريب المشترك من بينها المناورات المشتركة كمناورات حمد وهي مناورات بحرية وجوية تجري في مملكة البحرين وتحمل اسم جلالة الملك المعظم ومناورات خالد بن الوليد وهي مناورات برية تنعقد في مصر فضلا عن المناورات المشتركة التي يشترك فيها البلدان ضمن إطار أوسع كمناورات النجم الساطع ومناورات سيف العرب في مصر بالإضافة إلى المناورات وتدريبات المشتركة وبالإضافة أيضا إلى التعاون في المجال الأكاديمي العسكري والدراسات المشتركة وتنسيق السياسات الاستراتيجية التعاون البحريني المصري يعتبر من الدعائم الأساسية لحماية الأمن العربي ولتحقيق مناخ ملائم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم فمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تربطهما علاقة راسخة ومتينة منذ القدم كانت ولتزال تقدم نموذجا مميزا من التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة كافة التحديات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر